أكيد مشاهدين الفين ما يتعلق فقط بالمكياج والبشرة وعالم الموضة وعالم الأزياء أيضا يتعلق بالرسم وفي النحط مثلا أو الرسم أو الجداريات والتصوير وغيرها الكثير اللي تعرض مواهب الأشخاص وتختلف أهدافهم ورسائلهم اللي يبثونها عبر هذا الرسم الرسم دائما يحتاج إلى موهبة يحتاج إلى رسالة لكي نصلها إلى أفراد المجتمع بالشكل المتقم بالشكل الجميل وهذا ما يعرف بالفن التشكيلي وأيضا التصوير والعديد من أنواع الفن التشكيلي المتواجدة في مجتمعنا العربي حمده يتنوع الفن التشكيلي ويختلف أيضا الفنانين تختلف أذواقهم مهاراتهم ومواهبهم كيف الفنان يقدر يعرض هذه الصورة أو هذه اللوحة للناس والأشخاص من خلال هذه الرسمات صحيح يمكن الآن إحنا زينب قدرنا نحن نهتم بهذا الفن بطريقة كبيرة ما نقدرنا نقول نحن فهمنا كل جوانب ولكن إحنا مهتمين بهذه الفنون دائما ما نتطلع إلى معرفة المزيد من المفردات حول هذا الفنون لذلك زينب وأيضا مشاهدين اليوم نتعرف معكم على فن النحة الجداري أو المزيك أو حتى الفوسيفوساء مع الفنانة التشكيلية إسراء شوشان صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا صباح النور أهلا بي في البداية أستاذة عارفين احنا دائما ما نحب أن نحن نتعرف على الكثير من الفنون التشكيلية حتينا عن فن المزيك أو فن الفوسيفوساء الفوسيفوساء فن عريق يعني فن أينشينت قديم جدا هو ابتدى زمان خالص في العصر البيزنطي لما ابتدت نعمل الكنايس ابتدى بالكنايس الأشكال والزخارف اللي احنا متعودين دائما نشوفها في الأماكن القديمة بعد كده انتقل بعد كده للعصر الإسلامي بس بالعصر الإسلامي أخدوه كأشكال هندسية إسلامية تجريدية من غير رسومات وكذا وبعد كده ابتدل تنوع أشكاله من الإزاز، الخزف، السراميك ودي كانت الخامات اللي وقتها كانت دايما مستخدمة لحد عصرنا هذا تحسيه أكتر إيطالي، بقى تحسيه مركزه أكتر إيطالي في إيطاليا وبقى ما بقاش فقط إزاز، زجاج أو سراميك أو خزف بقى أي ماتيريا اللي تنفع في المزايك أستاذة إسرعة خلينا نروح شوية لعالم المزايك أو هذا الفن الجميل شو التحديات اللي تواجهينا فيه خاصة؟ أنكم يعني تبدؤون رسم أو تشكيل اللوحة بقطع جدا صغيرة يعني يمكن في بعض الأحيان ممكن عدم رأيتها بالعين المجردة فشو التحديات اللي تواجهينا أو الصعوبات لما تبدئين ترسمين اللوحة أو الشكل المعين اللي في بالي هو المزايك، كل حاجة لازم تبقى في بالي الأول من أول ما ببتدي التصميم لدرجة حتى حعلقها إزاي؟ هل حفريم؟ مش حفريم، لو مش حفريم، إذن أنا لازم أعمل الهانجينج سيستم من قبل لإن أنا حطيت مياتيريال ما ينفعش حد يعمل فيها أي تغييرات من الأول بعمل حسابي إذا كان القطع بتبقى حتبقى راندم، حتبقى مرتبة بمعجنها في الآخر بالجراوت كل حاجة من الأول لازم بتبقى مخططة ساعات كثيرة قوي بحب أمشي يعني عشوائي بس في قيود يعني قيود بشكل معين طبعا، لأن تحسي أنه هو موضوع داخل فيه علم كمان داخل فيه ساينس يعني مثلاً لو هستخدم الجلول معين اللازق المعين ما يفعش استخدم الباكينج ده ده مثلاً ده ضد المية، ده حيأثر عليه المية ده حيبقى أوتسايد بيس، ده حيبقى إندورز، جو البيت وين تكون معروضة هذه؟ طبعاً ده علم حقيقي لأن لو ما تعملش صح، إتول فالا بارت بيقع يعني مع الوقت بيبوز فلازم حتى دراسة وإراية، ممكن يبدو وممكن لبعض الناس سهل أوكير جسبوا بعض الأجزاء تجذر، بس لا يكون بشكل متخن جداً طبعاً أكيد أستاذة إسراء، ذكرت في البداية أن بداية هذا الفن كان متواجد في المساجد والكنائس خبرينها بس شو هي أفضل أو هي خلنا نشوف الأشكال التي تؤسس هذا الفن يعني مثلاً إحنا قادرين نحن نشوف في المساجد بعض الخطوط العربية أو بعض الأشكال اللي هي نفس المعين أو حتى المربعات هل هذه، مثل ما نقول، الأشكال الهندسية والخطوط العربية تعتبر شكلاً أو جزءاً لا يتجزأ من هذا الفن؟ طبعاً لأن الدزاين الفسايفساء أو الموزايك ممكن تعملي بأي حاجة عايزة تعملي بورتري لإنسان، للحيوان، عايزة تعملي أشكال هندسية زي المساجد مثلاً هو معاكي زي ما أنت عايزة طبعاً ساعتها على حسب الدزاين بتختاري الماتيريال بتاعتك زي ما قلنا في العصر الإسلامي لما أخذوا الموزايك، ابتدأ يتعمل في المساجد اتعملت بشكل هندسي أكتر أشكال زخرفية إسلامية ما فيهاش رسومات وحاجات كده اللي عندنا في الإسلام ما بنعمل رسومات فهو فلكسبل معاكي زي ما أنت عايزة بتشكليه زي ما أنت مثل ما أنت تحبين أو شو الأشياء اللي تختار في بالتش أو هدفتش أو رسالتش المعينة أستاذة إسراء اللوحة الموجودة معنا اللي هي لوحة النمر شو هي الأسس لاختيار الألوان؟ أنت ما رسمت يعني نمر بالشكل المتعارف عليه أو بالألوان اللي نعرفها شو سبب اختيار هاي الألوان وكلمينا شوي عن اللوحة هو أنا عموماً بحب الألوان مجل دمي جداً مظبوط أنا عموماً بحب الألوان يعني أي حاجة في حياتي لازم يكون فيها colors أنا عارفة أن أنا لابسة black بس حتى أي مثلا الـ sneakers, lone, pink أنا كل حاجة في حياتي لازم فيها لون فدي كانت صورة نمر أنا عادت ألوانها ديجيتالي بالكمبيوتر لحد ما حسيت أن هذه الألوان بتحكيني بتنسبني دي كانت الـ piece دي صعبة بالذات لأن كمية الألوان كتير أنا حتى ما عدتش كمية الـ shades أو الدرجات اللي أنا استخدمتها صحيح المaterial crystal glass دي very challenging أنا بقطع my material ماني ولي باليد كانت challenging لأن هي مش سهلة تقطع صغيرة قوي كمان ممكن مع كمية الألوان دي ممكن تطلع في الآخر mess يعني عارفة ملخبطة ده كان my concern أول ما ابتديت أن لازم الملامح تبقى بين العيون تبقى بين الفيتشرز بتاعة الحيوان تبقى كاملة صحيح بصرف النظر عن كمية الألوان اللي أنا بستخدمها صحيح تحكي الفنان أو صفات أو شخصية الفنان مضبوط الأول أنا بعمل يعني مثلا الفنان لما باجي أفكر أعمل الـ design لازم أكون حباه ما بقدر أن أنا أعمل حاجة just for someone هو حبيبة فقط ممكن لو ما بيجي لي عميل أو client بتكلم معاه نوصل لحل وسط أكون إحنا اللي اتنين حبينه صحيح لأن أنا عشان أعملها بمزاياك زي ما بنقول لازم أكون أنا حبة اللي أنا بعمله فطبعا أنا بحاول أحط لازم تكون شخصيتي موجودة فيه والمتلقي كمان أو الفيور لما بيتفرج على العمل ممكن بإحساسه هو هيك ممكن يشوف something else وده دي كمان حاجة أنا بحبها إن هو تطلق خيالك لما تتفرج عليه أستاذة إسراء بمأن ذكرت المتلقي أو شو الرسالة اللي ممكن يفهمها هذا المتلقي أو المشاهد للوحة إذا تم عدم فهم الرسالة أو مثلا حسيت أن فهموها بالشكل المغير هالشي يأثر عليك ولا ممكن تتماشين مع هذا الموضوع وتحسين فعلا إن لوحة لها أكثر من جانب وأكثر من هدف مضبوط أنا دايما فعلا دي حاجة بالعكس أنا بحبها يعني أنا كان في لوحة مثلا بارح إحنا اللي اسم خلاصين World Art Dubai كان إفنت بقى له حوالي أربع أيام كان في لوحة أنا شايفاها فولكانو أنا شايفاها بركان وكان في ناس بيجي يقولوني ده دراجون ده تنين أو لو أنت شايفها دراجون دي حاجة برضا تسعيدني إكزاك لي دي حاجة تسعيدني أنا دي حاجة ما تداينيش إطلاقا بالعكس لما كل ما تخلي الإنسان يطلق زي ما يقولوا يطلق العنان لخياله دي حاجة تسعيدني أكثر صحيح أستاذ إسراء خلينا نتكلم عن الخلفيات المستخدمة في هذا الفن علما بأن مثل ما نقول الأشياء المستخدمة في نوعا ما ثقيلة ما تقدر نستخدمها في الكامفس أو المكان العادي اللي احنا نرسم فيه كلمين عن الخلفيات المستخدمة في كل اللوحتين اللي موجودين عنها مظبوط بيتختلف على حسب زي ما قلنا في الأول على حسب المكان اللي أنا ححط فيه يعني سي لو حاجة برا بلازم تكون حاجة واتر بروف ما تتأثرش بالماء فعادة بستخدم الفون بورد نوع معين بيكون دنس أو كسيف أنا بعمل له كوتينج الأول أنا بحضر الباكر الأول فببتدي مثلا اليوم أو يومين قبل ما أنا أبتدي الشغل عليه فحضروا الأول فون بورد بعمله كوتينج بفايبر جلاس وأسمنت بعد كده وقت ما بينشف بقدر أبتدي الشغل عليه ده بيبقى واتر بروف تماما ما بيتأثر بشيء وممكن يتحط أو دورز لو إن دورز ممكن ببقى فلاكسبل أكتر يعني ما فيش ميا ممرونة أو ممكن أعمل على خشب أو ممكن أعمل على زجاج على زجاج أي شيء ممكنين أستاذ إشراء إشراء ليومنا هذا ودخولت هذا العالم وعالم فن التشكيل وأيضا عالم الرسم هل تشوف أن أنت حققتي أو أنجزت بعض الأشياء؟ الحقيقة أنا ما بقليش كتير بس بقلي حوالي سنتين فقط وأنا بس أنا سعيدة جدا بالجورني أو بالرحلة كلها بالأبس بالداونز يعني بالحاجات بالإحباطات بالحاجات الكويسة كانت سلبية وإيجابية أنا مبسوطة بها جدا الحمد لله بحس أن أنا أكتر لقيت نفسي أو هذا اللي أنا أحب أعمله صحيح ما شاء الله يعني فوجئنا أنه شغل سنتين فقط علما بأننا عارفين أن الموضوع يتكرش ليس في السنين بس في الموهبة لكن في بعض الأحيان في ناس تحب أنها تتجه إلى الجوانب الأكاديمية مثلا لو كنا حابين ندخل هذا المجال شو من المعلومات أو من الورش المقامة اللي من الممكن أن تدعم الجانب الأكاديمي من هذا الموضوع الحقيقة ممكن أقول لك قبل مثلا في الإمارات مثلا من كم سنفاته ما كانش فيه حاجات كتير متواجدة يعني أنا أول ما ابتديت ابتديت فاشن إلوستريشن رسم رسم الأزياء لأن أنا أحب أحب التصميم قبل أي شيء أي ديزاين حلو ده بالنسبة لي سعيدني فما كانش فيه وقتها فعلا فرايتي كتير بس دلوقتي فيه كتير حتى الفنانين نفسهم الفريلانسرز اللي زينا هما بيدوا كورسات بيدوا تعليمات فيه في الجامعات كتير قوي في knowledge village في دبي أو في أبوظبي أو في باقي الإمارات فيه نفسهم برضو بقت الجامعات نفسها بتتجه أكتر وبتهتم أكتر بالفن يعني حدلوقتي مثلا في الإمارات فيه Art season حيثي بتلاقي Art everywhere في السيركال في World Art Dubai في Art to Dubai فيه اهتمام عالي قوي فيه فرايتي أكتر واللي عايز يتعلم لا بيلاقي عن قبلي كده كتير كفنانة تشكيلية شا تشوفين المعارض شو تضيف للفنان جلتي ومشاركتش في بعض المعارض في إمارة إدبي شو هي الأهمية اللي تضيف هذه المعارض للفنان وكيف يقدر يوصل رسالته أو هدفه من خلال هذا الفن العالم أجمع تمام المعرض أهم حاجة فيه أن الفنان لازم يتواجد يعني لو بتعملي فن ليك هي أوكي لكن لو عايز أن العالم يشوف فنك لازم بتنزلي معارض لازم بتنزلي توري الناس شغلك بصرف النظر فيه حد بيعي أو مش حد بيعي أو كفاية أن أنت بتوري العالم اللي أنت بتعمليه دي لنفسها سعادة تانية خالص بتتعرفي على فنانين تانين بتتعرفي على مثلا الناس من الموزارة الثقافة بيجوا بيتفرقوا على شغلك حتى مع الـ زي ما بيقولوا أو الناس اللي حبا بقى أو حتى حبا يتفرقوا بس على شغلك الـ وجود بتوري من نفسك بتتعلمي من الآخرين طبعا المتواجد في المعارض مفيد بالنسبة لي الأقصى حد أيضا أستاذ إسرائي يمكن إحنا لما نرتاد إلى هذه المهرجانات دائما ما نحن يجذبنا الجانب الجمالي نوعا ما من اللوحة لكن هناك في لوحات تركز على الرسالة فقط فيمكن بعضنا ما ينجذب إليها للألوان وللأشكال كيف من الممكن أن يضيف الفنان الجمالية للوحة بحيث أن الغير مثل ما نقول اللي مش فاهمين الفن بالطريقة الكبيرة ينجذبون إلى هالنوع من الفنون هو أنا لسا زي ما كنا بنتكلم على الرسالة الفنان أو اللي هو حابب يحطه في شغله أنا بالنسبة لي مثلا أنا بحب برضو يبقى في لمسة جمالية يعني بحب لما بنعلق اللوحة في الآخر الجمال يبقى واضح الألوان أو الديزاين أو أي شيء أنا عارفة في بعض الفنانين أو بعض أنواع من الفن بتحتاج لهو زي ما بيقوله عميقة قوي علشان الرسالة توصل بس تحسي دلوقتي الاتجاه العالمي للفن واضح أكتر صريح أكتر صارخ أكتر ألوان حتى لو بتبسي على إنستاجرام أو على سوشيل ميديا أو كده بتحسي أن في جو شبابي كمان جينيريشن أو جيل تاني طالع بأشكال تانية برسالة تانية خالص في ناس بتتجه لده بتحب الغموط أكتر وفي ناس بتتجه للوضوح أكتر فده موجود وده موجود وحتى المتلقي نفسه النوعين موجودين أستاذ إسراء أرسمت العديد من اللوحات الخاصة بهذا الفن المزايج شو أجرب لوحة ليش وشو السبب؟ ممكن نقول إن قرأ بروح علي النمر أو الطيجر دي كانت أول حاجة سيريوس بعملها بطبق فيها بالضبط بشكل جدي بطبق فيها اللي تعلمته أخدت مني وقت طويل إن زي ما انت شايفها هي كانت حتة صغيرة قويف قعدت معي وقت الحقيقة بعد كده أنا طورت نفسي وطورت من شغلي أكتر بقيت الأول زي ما بنقولك أنا بعمل مثلا لو بعمل على فوم أنا بنحتها بنفسي بمكن بعمل فراغات بعمل أشكال بعمل كيرفات بحبها بتطلع 3D أكتر حاجة سلاسي لأبعد وبعدين ببدأ أشتغل عليها وساعات ممكن أعمل أشكال أو أبتدي أنحد فيها أو أغير من شكلها في نص ما أنا بأشتغلها وأنا غيرت الرؤية بتاعتي ما عندي مشكلة صحيح هاي ممكن السؤال أستاذ إسرائيلي دايما ما أطرحها إذا كان الفن بعيد شوي عن فن الرسم والألوان دايما ممكن إحنا إذا كنا نحب هذا الفن نقدر نحنا نصح الأخطاء أسهل من هذه الفنون كيف من الممكن لو واجهت خطأ في تركيب القطع ألوان القطع ومكانها أنا شو قادر أنا شو الصحيحين هذا الأخطاء هو طبعا لازم تكوني مرنة يعني لازم تكوني فلاكسيبول وانتي بتشتغلي الأخطاء في الفن مقبولة يعني لأن ده عمل يدوي فني له رؤية خاصة بصاحب العمل الفنان الأخطاء مقبولة زي ما بيقولوا تتقبليها وتحبيها كمان وده اللي بيحصل فعلا في الآخر يعني في حاجات كتير في شغلي أنا مش مرتبة لها بس أحبتها أنا عجبتني كده أو طلعت معاشي بكين بشكل عفوية أو تلقائي لك أستاذ إسراء أي مجان ندخلها أو أي موهبة أو أي مهارة نبدأ المهارسة ممكن نتغير في شخصياتنا ونكتسب منها بعض المهارات شو غير الفن التشكيلي في إسراء طبعا أولا أنا بقيت أشجع يعني قبل كده مثلا كنت أعمل حاجة أتكسف وريع الحد يعني لو أرسم رسومات وحاجات ما بحبش وريع الحد أخليها لنفسي أخليها لنفسي وبعدين لما أبتديت أبقى بروفاشنالي احترافيا فنانة أنا لازم أوري للناس شغلي لازم يشوفوه فده خلاني أشجع أبقى أتكلم مع الناس أكتر أحب أشرح شغلي وأحب أتكلم عنه دي حاجة ما كانتش في شخصيتي قوي قبل كده بس أنا دلوقتي دي حاجة غيرت فيه جدا صحيح الفن حقيقة اللي موجود عنا الآن في الاستيديو جدا جميل قلت لك من قبل أنه صدمنا أنه شغل سنتين نحن انتم لانت التوفيق حقيقة أستاذ إسراء شوشان وشكرا توجدت معي أنا أسعد نورتيله شكرا